تفاجه أعضاء اللجنة المالية البرلمانية من إعلان وزير التخطيط محمد علي تميم عن رفع المبلغ الإجمالي لموازنة العام الحالي من 199 تريليون دينار إلى 228 تريليون دينار عند استضافته الشهر الماضي اللجنة المالية أشارت في بيان لها إلى أن الحكومة لم تستجب لطلباتها المتكررة في إرسال جداول موازنة عام 2024 زيادة الموازنة أثارت مخاوف أعضاء اللجنة النيابية من عجز كبير سيصيب الميزانية بما يثقل كاهل الحكومة في وقت رجح فيه إغصاديون إمكانية أن تتسبب تلك الزيادة بعرقلة وعود تنفيذ المشاريع الخدمية هذه الموازنة لم تكن هي بالحقيقة موازنة فعلية موازنة تخطيطية لذلك تسبب عجز كبير للموازنة العجز يبلغ أكثر من 20 ترليون وهذا مبلغ كبير جدا لأنه تذهب من هذه الموازنة 102 ترليون فقط رواتب للموظفين على الدولة أن تفكر جديا بكيفية استحصال هذه المبالغ والإيرادات لدعم الرواتب في الموازنة القادمة لعام 2024 خبراء المال لفتوا إلى أن الحكومة تعول على زيادة الإيرادات غير النفطية لتعويض الزيادة الحاصلة في ميزانية عام 2024 بهدف تنفيذ الخطط الاستثمارية والالتزام بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان العراق بسبب تعدد أهداف حكومة الإصلاح لديها أهداف ترتبط بإنشاء مجموعة من المشاريع الاستثمارية وكذلك حل الإشكال مع رواتب الفئات التي شملت حاليا بالرواتب وكذلك رواتب الأقليم مما زاد حجم الأنفاق حكومة السوداني تعول على زيادة الإيرادات غير النفطية إلى حجم 30 تريليون من خلال إدخال نظام الأتمة على جميع الخدمات التي تقدم من الحكومة من أجل تقنيل الهدر بالمال العام وكان رئيس الحكومة محمد شاء السوداني قد أعلن عن نية الحكومة إرسال جداول الموازنة للبرلمان للتصويت عليها بعد دراسة أوجه العجز المتحققة في موازنة العام الماضي وزيادة الإنفاق بتخطية رواتب الدرجات الوظيفية الجديدة والمشاريع قيد التنفيذ رغم مخاوف اللجنة المالية النيابية من زيادة العجز في موازنة العام الحالي إلا أنها أكدت إخضاع تلك الزيادة للدراسة والتمحيص مرجحة انتخاذ قرارات بتخفيضها قبل إرسالها للتصويت في قبة البرلمان أسعد زلزلي الحرة بغداد